أسرع ثلاثة أدعية تزول بها الهموم وتنكشف الكربات بإذن الله إذا أصاب العبد شيء من مصائب الدنيا وكروبها عليه أن يفزع إلى الله ذي الجلال والإكرام ليفرج عنه سبحانه وتعالى ما هو فيه من الهم والكرب والمصائب علمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن من مفاتيح الفرج بعض الأدعية التي تذهب ما يصيب العبد من هذه الهموم والغموم فإذا أصاب العبد هم أو غم أو كرب يتضرع إلى الله تعالى بهذه الأدعية لعل الله عز وجل برحمته أن يستجيب له ويكشف ما به من هم وغم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاي الدنيا دعا به يفرج عنه فقيل له بلى فقال صلى الله عليه وسلم دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رواه الحاكم وصحاحه الألبانية يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أصابه أي كرب من كرب الدنيا وأي ابتلاء من ابتلاءاتها فإنه حري به أن يفزع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الذي دعا به ذنون أي صاحب الحوت وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى هذا الدعاء المبارك سببا في نجاته بعد أن ابتلعه الحوت فمن حافظ على هذا الدعاء كان نجاتا له من كل الهموم والكروب والغموم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من مفاتيح الفرج التي يفرج الله عز وجل بها الهموم ويزيل بها الكروب ويفيض بها الخيرات كثرة الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فبالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تنكشف الكروب وتزول الهموم وتستجلب الخيرات وتستدفع الشرور والآثام كما جاء في سنن الترمذي رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكف همك ويغفر لك ذنبك وكذلك من مفاتيح الفرج الاستغفار وهو من أكثر الأمور التي يفرج الله تعالى بها الهموم والكروب قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فالاستغفار عبادة عظيمة وسهلة ويسيرة بها يفرج الله عز وجل الكربات ويحل الأزمات وبها تستمطر الرحمات وتتنزل الخيرات والبركات وبها تغفر الذنوب والزلات قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وروا أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكذلك من الأدعية التي يفرج الله عز وجل بها الهموم ويزيل بها الغموم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وكان السلف الصالح يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب ويحرصون على هذا الذكر العظيم ليكشف الله عز وجل عنهم همومهم وكروبهم وهذا الذكر قد يستغرب البعض أنه ليس فيه دعاء فكيف يكشف الله عز وجل به الهم والغم دون دعاء قال العلماء إنه يدخل تحت قوله تعالى في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وقيل إن العبد يستفتح بهذا الذكر ثم يدعو الله عز وجل بما شاء بعده فإنه أحرى أن يستجابله وفي الختام لا تنسى يا صاحب الهم البشرى التي وعدك بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أو يصب منه أن يبتليه يبتليه بالمصائب حتى يكمل صبره ويكمل إيمانه فلا ينبغي للمؤمن أبدا أن يجزع أو يقول لماذا بل احتسب واصبر واعلم أنك قد مضى قبلك الأخيار وأصيبوا فلك فيهم أسوة وقدوة حسنة فالواجب على المسلم في كل حاله الرضا بما قسمه الله تعالى له وأن لا يتسخط أبدا على قضاء الله وقدره وعليه أن يصبر على ما أصابه ويحتسب الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى والحياة الدنيا لا تخلو من المنغصات والهموم والمكدرات والغموم التي تصيب الإنسان فلا يوجد إنسان فيها إلا ولديه ما أهمه وكدر الصفو نفسه وحياته فإنما الدنيا دار ابتلاء واختبار قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة وتعب وشقاء فلا تخلو الحياة من المنغصات التي تكدر صفاء العيش على الإنسان فإما هو مهموم بالمستقبل خائف منه أو حزين على الماضي مغموم بالحاضر فلا راحة إذن إلا في الجنة فأهل الجنة بفضل الله ورحمته لا يكدر عيشهم فعل ولا قول ولا خوف ولا هم ولا حزن قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما والهموم منها ما يكون من مصائب الدنيا مثل الأمراض وغيرها ومنها ما يصيب العبد جراء اقترافه للذنوب والمعاصي والآثام فيضيق صدره ويكدر عيشه بسبب معاصيه فقد توعد الله تعالى من أعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك التي لا راحة فيها اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين